السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله راح نتحدث عن 6 اللي هي the past, the past and the ed participle اليوم راح نتحدث عن the ed اضافة the ed الماضي اول شغلة لازم نعرفها اللي هي اضافات the ed وشنينطقن شلون ننطق الاضافات ما لل ed زين فأنا متحدث لك the past ed and the ed participle of regular verbs الافعال القياسية have three spoken realizations الها ثلاثة حالات نطق زين عيني ومنطق هذا بس هناها شوي مو واضحة فأنا راح أوضح لك ان شاء الله المعلومة اكثر واكثر اولها تنطق id يعني id تنطق id اول حالة من عدو لما الحرف او لم عفر الكلمة تنتهي بالd او الت اذا اذا لقيت الكلمة منتهية بالd او الت راح تنطق id بادد 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 زين عيني اذا ليش نطقناها لان منتهي بd او t ثانيا ثانيا احنا راح ننطق لإضافة id ننطقها d فقط d شوكت لما تنتهي بالp بالp والf والq والs والy والي العرف todos اتش والسي اتش والتي اتش راح تقول عليهم تي راح تقول على الكلمة هذي تنطق دي او اي دي تلفظ دي زين يعني مثل ما تشوف قدامك راح نقول يعني باست انا اي باست اي باكت تي مو دي زين فهاي القاعدة كلش مهمة ان شاء الله يا ربي استفاديتوا فتهمتوا طريقة الامتحان تبقى عد حسب الاستاذ ممكن يجيبها فرقات صح وخطأ اختيارات يعني حسب ما هو احتمال ما يجيبها عاد حسب الاستاذ المهم انت معلومة مطلوبة عندك بالمنهج تضبطها وتفهمها صدقني راح تحتاجها يجي يوم اذا اموها احتمال بالمرحلة القادمة احتمال بصد فهي معلومة مفيدة ثبتها يمك وحفظها حتى تخلص من عدها لان هي هواية راح تواجهك وتشوفها بالايام القادمة